وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفرق بين النحل والضبور قبل أن نتناول خصائص كل منهما بالتفصيل سنلقي نظرة عامة على الفروق الأساسية بين كل من النحل والضبور فيما يلي ينتمي كل من النحل والضبابير لمجموعة الحشرات ذات الأجنحة ومع ذلك هناك فروق فردية يتميز بها شكل جسم النحل عن جسم الضبور سنتترق لها بالتفصيل لاحقا أيضا هناك فرق واحد بين نمط الحياة الذي يدفعه كل من النحل والضبابير يعيش أعداد النحل في مستعمراته في بعض الأحيان إلى ستون ألف نحلة فيما لا يتخطى عدد الضبابير في العش الواحد أكثر من عشرة آلاف ضبور الشمع النحل الذي يقوم النحل ببنائه لا يفسد بسبب عوامل مناخل مختلفة فيما يعيد الضبابير بناء أعشاشهم في فصل الربيع كونها تفسد خلال فصل الشتاء الضبابير كذلك بمختلف أنواعها غير قادرة على إنتاج العسل فيما جميع أنواع النحل قادرة على تخزين وإنتاج كمية هائلة من العسل في خلاياه النحل لا يمكنه اللدغ سوى مرة واحدة فقط وبعدها يموت أما الضبابير فهي قادرة على المهاجمة واللدغ أكثر من مرة وفي العادة لدغات النحل لا تشكل خطر على حياة الإنسان ولا يتأثر بها سوى قل من الناس مما يعانون من حساسية مفرطة من السموم وكذلك هو الحال بالنسبة للدغات الضبابير لكنها تعد أكثر خطورة من لدغات النحل وفي كل الأحوال ينصح بطلب المساعدة الطبية في حال تعرض أي شخص للدغة الضبور أو نحلة خاصة من يعانون من حساسية ففي بعض الحالات تكون اللدغات قاتلة الفرق بين شكل النحلة والضبور يختلف شكل النحلة عن شكل الضبور كثيرا فيمكن التمييز بينهما بسهولة وفيما يلي نوضح لكم الفارق الضبابير بشكل عام لها أجزاد نحيفة تبدو أكثر صغرا في منطقة الخسر بينما يبدو النحل أكثر سمنى منها جسم الضبور أسطوان الشكل أما النحلة فتبدو مستديرة في بعض الشيء خاصة في مناطق البطن والصدر يغطي جسم النحلة شعر حتى ساقيها فيما يبدو جسم الضبور أملسا وأرجله نائمة تبدو أرجل النحل واسعة ومسطحة فيما تبدو أرجل الضبور مستديرة وشمعية خلال طيران النحل لا يمكن رؤية أرجله الخلفية بينما تبدو أرجل الضبور واضحة معلقة في الخلف خلال طيرانه يمتلك النحل على أرجله الخلفية سلّة يحمل بها حبوب اللقاح فيما لا يمتلكها الضبور الفرق بين خلايا النحل وأعشاش الضبابير يوجد فارق كبير بين طريقة بناء النحل لخليتهم وبين طريقة بناء الضبابير لأعشاشها والتي يمكن رؤيتها في كل مكان والتعرف عليها على الفور خلايا النحل يعيش النحل في مستعمرات يقوم ببنائها بنفسه في الغالب يكون مستعمر ملكة واحدة والعديد من الشغالات وفي بعض الأوقات يصنعها البشر لهم ليتمكنوا من الحصول على العسل تكون الخلية من الداخل مكونة من خلايا سداسية الشكل يصنعها النحل من شمع العسل ويستخدمها لتخزين طعامه ولحفظ اليرقات والبيل عادة يبني النحل أعشاشه في ججاوف الكهوف والسخور الضخمة وتجاويف الأشجار لتبقى في مأمن عن متناول المعتدين يكون عادة لعش النحل مدخل واحد فقط موقعه في العادة يكون من الأسفل وفي بعض الأحيان يكون المدخل جانبي يبني النحل أعشاشه على ارتفاع يتراوح في الغالب ما بين متر حتى خمسة أمطار عن سطح الأرض يبقى النحل في أعشاشه عادة لسنوات عديدة فهو قوي وقادر على تحمل التقلبات الجوية أعشاش الدبابير تصنع الدبابير أعشاشها بشكل أساسي من لب الأخشاب فتقوم بجمع ألياف الخشب مع الخشب المجفف وتقوم بمدغها وخلطها سوياً عن طريق اللعاب ثم تستخدم المزيج في صناعة الأعشاش تبني الدبابير أعشاشها في مختلف المناطق فيمكن العتور عليها في الأشجار وفي الأسقف المرتفعة أيضاً بعض أعشاشها يمكن العتور عليها في تقوب داخل الأرض تبني أعشاش الدبابير أولاً الملكة حتى يصل حجمها لحجم حبة الجوز تقريباً ومن تم تتابع البقية الدبابير استكمال بناء العش ويتوقف حجم عش الدبابير على عدد الدبابير التي ستسكنه في العادة بعض أنواع الدبابير تقوم ببناء أعشاشها من الطين في الأماكن المحمية وبعضها يحفر أعشاشه في التربة أو في سيقان الأشجار وأنواع أخرى تحدد تقوب في الأشجار وتسكنها بشكل فردي الفرق بين غداء النحل والدبابير تختلف العادات الغذائية التي يتبعها النحل عن تلك التي تتبعها الدبابير كما يلي يتغذى النحل بشكل أساسي على رحيق الظهور وحبوب اللقاه وفي بعض الأحيان يتغذى النحل على بقايا الأطعم الحلوة كما أن النحل من الحشرات التي تشرب المياه أما الدبابير فهي من الحشرات المفترسة التي تتغذى على الحشرات الصغيرة وتقوم باستيادها لتغذية صغارها مثل الذباب واليرقات وبعض أنواع الدبابير تتغذى على رحيق الظهور والعسل والفواكه كما أنها تنجدب لرائح الطعام البشر خصوصا المشروبات والعصائر السكرية تأثير المناخ على النحل والدبور يتأثر النحل والدبابير بالتقس البارد بنفس المقدار تقريبا فكلاهما لا يفضل الشتاء ويحاول البقاء دافئا خلاله ليتمكن من النجاة فالنحل يمكنه الحصول على الطاقة ليبقى دافئا من بقية أفراد الخلية كما أنه يتغذى على العسل ما أحتفظ به من بقايا طعام وتصمد خلايا النحل في مواجهة فصل الشتاء عادة ولا تتأثر كثيرا بالتقلبات الجوية أما الدبابير لا تبقى عشاشها خلال فصل الشتاء وتضطر لإعادة بنائها من جديد كما أنها تعتمد في تغذيتها على الكربوهيدرات التي تمدها بالطاقة لتبقى دافئة وتبتعد بشكل ملحوظ عن تناول الحشرات أهمية النحل والدبابير كل من النحل والدبابير له عامل مؤثر في الحياة البرية والطبيعية وفي حال حدود خلال في دور أي منها يهدد ذلك النظام البيئي والأهمية التي يشكلها كل منهما هي أن النحل من الحشرات المفيدة للغاية للطبيعة فهو المسؤول الأول عن عملية تلقيح الكثير من أنواع النباتات والأزهار وأشجار الفاكهة بنسبة تصل إلى 80% كما أن النحل هو المنتج الأول للعسل الطبيعي بمختلف أنواعه وبدونه لا يمكن الحصول على العسل أما عن الدبابير فوجودها لا يقل أهمية عن أهمية النحل فهي تساعد على بقاء معدلات تواجد العديد من أنواع الحشرات في المستوى الطبيعي كونها تفترسها لتتغذى عليها مثل الصراصير والدباب أتمنى أن تكونوا قد أستفدتم من هذا الفيديو دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر